سؤال تاني بيقول مساء الخير يا ابونا ابراهيم مساء النور انا فلانت الفرانية عايشة في الكويت عشمانة صل البنت فلانة يسوع يفتح لها باب الارتباط عمرها 31 سنة يتقدم لها عرسان كتير لانها جميلة وتعليمها عالي وتشتغل كذا في البنك بس مش لقيا يسوع لقلبها في موصفات شريك حياتها عشمي في يسوع ان يتمجد ويزقها اللي تتمنى حاولت اتصل اخذ موعد اجيلك يا ابونا مش عارفة اتصل خالص مشغول لغاية ما تخلص الربع ساعة ومش عارفة اوصلك ازاي بصي هنا انا لاحظت اني بتقولي هي جميلة وتقدم لها ارسان كتير وتعليمها عالي وبتشتغل كذا بس مش لقيا سوق لقلبها في مواصفات شريك حياتها يعني هي حتى مواصفات لشريك حياتها وده من الصحة من الصحة انها تحص مواصفات محددة لشريك حياتها محدش فينا كامل مش هتلاقي فيه حد كامل هتلاقي فيه بعض الميزات فيه حاجات مهمة جدا واساسية في شريك الحياة يكون انسان مثلا في مستوها التعليمي يكون انسان برضو شكله مقبول مش ضرور يكون جميل ولا حاجة قوي يعني كن شكله مقبول قوي يكون كمان شخصيته حلوة يكون اهم حاجة من كل ده ابن ربنا ليه ارتباط بالكنيسة وليه ابا اعتراف والكنيسة دي بتبقى بدمه كده مش ظهورات ويكون ابن اسرة محترمة يبقى مثلا يقولك على الاصل تدور لكن اي حاجات مواصفات اخرى غير كده فيبقى فيه تنازلات يا بنتي لكن بالضرور كل المواصفات اللي هي حطها لنفسها لازم تلاقيها مش هتلاقيها كلها مرة واحدة في عريس لاني برضو اكيد هي مش كل المواصفات الحلوة اللي يتمنىها اي عريس هتبقى فيها جاز هي جميلة وجاز هي بتشتغل مؤهل عالي لكن فيه مواصفات تانية العريس يحبها في شريكة حياته فما ينفعش نشرط على ربنا لكن احنا ينفع نحنا نصلي ونقول له يا رب انا بنتك اختل شريك حياتي اللي يخلي بيتي يبقى كنيسة واللي رايح قلبي ولا قدر يعيش معها حياة كريمة حياة مقدسة حياة مرضية مفرحة نكون بيتي مجد اسمك مبقاش مشاكل انقسمات اختل انت لانك انت واحدك يا رب لعينك تخترقان اسطر الزلاط انا عايزين نخلي كل ثقاتنا في ربنا يا حبائي كل رجاءنا في ربنا لانه هو واحده اللي عينها تخترقان اسطر وهو اللي في واحده يقدر يبعد هو اللي قدر يحرك النفوذ ويحرك القلوب عشان تنفذينا سؤل قلبنا اللي بنسؤلهله دي نمرة واحد نمرة اتنين انا مش شايف انها لجأت للصالة خالص يعني ولا انت كمان يعني عشان كده بقول كويس نكتلب صالة يعني كويس دي حاجة كويسة نكتلب الصالة نصلي من اجلها حاضر نصلي من اجلها انا ربنا يبعت لها الانسان اللي رايح قلبها مش اللي حسب المصفات اللي عايزها الانسان اللي رايح قلبها واللي يكونوا بيتي مجد اسم المسيح واللي شرفها في وسط المجتمع كمان اللي عايش فيه عزينا اكتر من كده ما بقاش احسن من كده حاجة والرب يا صلى المسيح يقول كل شيء تطلبوه في الصلاة بايمان تنالونهم